يا تكون وعفيدة كاترة إن شاء الله في محاضرة اليوم نكمل في شرح مادة المايكروبيولوجيا في موضوع حلو يعني ما فيه معلومات صعبة وكل منطقي اللي بيحكي عن الإبيد ميولوجيا إن شاء الله يعني محاضرة سهلة يعني ما بدي أطول فيها بس عدد المحاضرات كان نوعا ما فيها شوية طويل فأنا حبت أجمع محاضرة واحدة لأن صراحة كل المعلومات مترابطة وما في داعي أن يأصور أكثر من فيديو لإله لأن الموضوع كثير سهل وحرفيا ما فيه أي معلومة صعبة للحفظ طيب نبلش بشكل عام شو يعني كلمة إبيد ميولوجيا طيب نيجي نحكي إبيد ميولوجيا اللي هو نفس العلم الأقوبيع طيب نيجي نحكي دايما معنا كلمة لوجي معناها إيش علم طيب يعني زي مايكروبيولوجي مثلا هنسا راحين نيجي ندرس إيش اسمه إثيولوجي والآخري لوجي معناها سيينس يعني هو إيش دراسة طيب شو إحنا بندرس بالأميد اللي يجي الفاكتورز والميكانيزم لانتشار المرض ركزوا شو أنا حكي فاكتورز وميكانيزم لانتشار ليش عشان يزيد الفريكوينسي بتاعة المرض طيب شو يعني فاكتورز العوامر العوامر بتأثر على هذا المرض عشان يزيد يعني مثلا هس راحين نيجي ندرس إنه الترافيلز بتزيد من شو اسموه اللي هو انتشار المرض طيب ليش إنه السفر بزيد لأن إحنا بنعرف زي مثلا أيام كورونا كانت الناس اللي ما بتتترجع وتسافر كاناش يعملوا لهم زي حجر صحي لمندد 14 يوم ويعملوا لهم إيش اللي هو الجهاز البي سي آر وبالتالي حيشوفوا إنه كانت الجهاز العين اللي معهم كانت بوستف ولا نكاتف فلما نيجي نحكي فاكتورز هي عوامل إيش بتزيد من شو من انتشار المرض أو بتقللها يعني حسب شو كانت بوستف ولا نكاتف مثلا حكينا مثلا حكينا حسب وضع اقتصاد البلد إذا كان وضعها بسمح إذا كان وضعها منيح طمام كانت بمقدورة تدفع حق الفاكسينز وبالتالي إيش تعطيهم للبوبيوليشن وبالتالي هذا الإشي كتير منيح عشان إيش نقلل الفريكونسي هذا معنى كلمة فاكتورز طيب لما نيجي نحكي ميكانيزم اللي هي آلية انتشار المرض بمعنى آخر اللي هو كيف انتقل المرض في أمراض تنتقل عن طريق Direct Touch زي ما إحنا بنعرف إنه مجرد لمس المرض بنتقل يعني مثلا زي الكورونا كان بتنتقل عن طريق أغلب الحالات على شكل إيش على شكل Air Souls و Airborne حسنا رحيني ندرسهم كلاتهم يعني إيش عن طريق الجو وإلى آخر إذا ما نيجي نحكي ميكانيزم معناته إيش اللي هو الترانز طب ليش هذا حكي كلات وإحنا بندرسه عشان نعرف الميكانيزم وبالتالي إيش نقلل من Frequency تاعت المرض يعني إحنا إلا ما بالبدايات عرفوا إنه الكورونا بتنتقل عن طريق الحواء وإلى آخر حي شو صار يعملو صار يعملو إيش إنه الناس تلبس كمامات وإلى آخر حي صار يعملو بريبنشن وبالتالي هذو كلاته إيش بساعد كله عشان يقلل فإذا ما نيجي نحكي إبيديميولوجي معنى هول العلم اللي بدرس الفاكتورز والميكانيزم اللي هي الترانزميشن لإيش لدراسة Frequency تحت الدزيز لكل البوبيوليشن طيب ليش إحنا ندرس هذا كل إشي عشان نعمل كنترول و بريبينت للدزيز يعني إيش نحدن المرض حس Frequency بالدزيز مش تأثر على الإيكوسيستم ككل يعني كل النظام البيئي سواء كان هومان أنيمال بلانس إلى آخر الدكتور سمعتهم كلياتنا عبارة عن One Health يعني الصحة الموجودة بالإيكوسيستم شمالها مهمة جدا أصلا منطقيا بعد شواء رحين نذكر أنه الأنيمال تحرفين في عنا أمراض تصيب الأنيمال وفي أمراض الأنيمال والهومان بالتالي أغلبية الناس بتكون مربيها حيوانات عندها بالبيت صح ولا لا وبالتالي رح ينتقل للأمراض فهذا كل إشي بخص تعريف الإبيديميولوجي وفي عنا مصطلح اسمه Theology Theology هو عبارة عن العلم إشماله اللي بدرس إيش المسبب المرض اللي هو الكوزيز شو سبب المرض هاض فإذن إيثيولوجي والعلم اللي بدرس إيش الكوزيز تاعت الدزيز ومتاز كثير طيب في عنا مصطلحين مهمات هسا إذن بتمنى تكون تعريف الإبيديميولوجي لأنه كثير مهم صراحة فصلت في تفصيل لأنه كثير مهم لأنه رح يظل يتكرر معاكم في كل المواد يعني فصل الجاي رح تاخذ ما بدي اسمه الكميونيتي حتاخذ حرفيا مفصل تفصيل على الإبيديميولوجي فبتمنى يكون التعريف كثير واضح طيب هسا في عنا تعريفان مهمات في عنا مصطلح اسمه الموربيديتي وفي عنا مصطلح اسمه المورتاليتي طيب شو يعني الموربيديتي وش الموربيديتي الموربيديتي معناته هو عدد الناس اللي إيش عندها ديزيز ديزيز يعني الناس انهلثي يعني بالتالي إيش مالها عندها صعين زيبتم وبالتالي إيش حالتهم الصحية عندهم مرض صح ولا لا أو خلال نحكي إنه هو بمرض طيب وبالتالي حنقسم شغلتها ل انسيدنس ول بريبيلانس هسا لما نحكي انسيدنس هو عدد الحالات الجديدة لما نحكي عن الإنسيدنس اللي هو من ضمن الموربيديتين الإنسيدنس هو عدد ال نيو كيسز لما نحكي عن البريبيلانس هو عدد إيش التوتال كيسز طيب ما فهمتوش خلينا نحكي هسا نستفكر في أيام كورونا كان كل يوم تطلع النشرة إنه عدد الحالات والأصيب في يوم هسا باليوم مثلا إحنا باليوم خلينا نفترض باليوم لأثنين خلال يوم لأثنين العدد الحالات اللي نفترض طلعت 7000 هذول 7000 نسميهم الإنسيدنس فبالتالي الإنسيدنس هاي من حرف ال-N فهي إيش إنيو طيب شرطهم لازم يكون مصابين بالمرض في إيش خلال يوم لما نحكي على البريبيلانس مش كانوا يطلعون إنه عدد الحالات مثلا هاي 100000 المصابين ركزوا إنه 100000 المصابين اللي لساتهم مصابين مش والله اللي تشافى و خلص إنه كتوتل إنه اللي قدامه الجديد لا إحنا بنحكي التوتل 100000 آه اللي هم المئة ألف اللي نيو والأولد بس شو الشرط لساتهم معهم الدزيز مش والله إنه تشافى لا فالمئة ألف هاي بنسميها إيش شرطهم لازم يكون لساتهم أفكتد أو إنه المرض إشماله لساته آكتب طيب هذا كل الموضوع آه شو إنه إحنا بنحكي آه هزا في عين مصطلع اسمه المورتاليتي هذا المورتاليتي عدد الوفية بس التوتل برضه إحنا بنأخذ مش والله إنه باليوم مثلا مات اثنين إحنا بنأخذ كمجموعة المجموعة مثلا كان مية الله يرحمهم هذا بيكون إيش المورتاليتي طيب إذن الموربديتي هو حالة أنهلثي يعني بيكون في عنا ساينز وسبتوم وبالتالي بيكون معا أفكتد بالديزيز هذا الحكي طبعا إحنا كل الحكي رح يكون إن ببيولاشن لازم يكون مثلا عنا ثلاثة من أصل مثلا ألف ثلاثة من أصل مئة ألف ولا آخري وبالتالي قسمنا هم شغلتين هناك وفينا بريفلانس الانسيدنس اللي هو نيو كيسز لازم يكون نيو وأكتف فهذا يقيز كم المرض منتشر مهم كثير إنه مجرز لسيبرد 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 لما نتحدث بريفلانس هو التوتال أكتف ركز بالله لكم إنه التوتال وليساته أكتف فهو عبارة عن النيو والأول فالبريفلانس شو بيش إيش قديش هذا المرض سيريس وقديش هو رح يظل اللوم ديوريش طيب ممتاز كتير والمورتال اللي هي توتال نمر أوف تث طيب ممتاز كتير إحنا خلصنا إيش تعريفات حسا حسب المنطقة حسب الجيوغريفك حسب قديش هذا المرض منتشر حوالين مثلا عالم كلياته وحسب قديش هو سيفير يعني هو خطير مش خطير رحين نقسمه لعدة أنواع شو هم هاي الأنواع عنا أول نوع اللي هو الانديمك هاض الانديمك بيكون عنده لو سيفير يعني مش كتير سيفير أبدا وعنده الانسيدن سريست كتير قليلة فالتالي إحنا حكيان الانسيدن شو بتشير قداش هو منتشر فإذا الانسيدن قليلة في السبريد تعت أكيد كثير قليلة وبالتالي هو بالسمال آريا طيب هذا الانديمك ممكن يتحول للإبيديمك إذن الانديمك هو بتكون بالسمال سيفير وسمال إنسيدن وسمال آريا وما بتشكل أي تأثير على صحة العامة الموجودة بالمجتمع طيب هاي الانديمك ممكن تتحول لإشي اسمه إبيديمك طيب رجزه بالله إنه الانديمك حرف الان والإبيديم حرف البي طيب هسه هاي كيف تتحول إنه في إحنا بتتذكر بالبكتيريا بكون في عندها زي فيريولاند فاكتور إذا بتتذكر منهم كان اللايب و بوليساكرايد صح ولا لا وكان في عنده جو إنزايم وكان في عنده الرياكتف أوكسيدات في سبيشيز إذا بتتذكر صح ولا هذول إذا صاروا قويين وصلهم يعني زي إذوليوشن تطوروا وصارت البكتير كثير قوية رح تتحول لإبيديمك طيب هاي زادت الريون رح تتحول الإنديمك هشو لإبيديمك هون الانفكشن رح تكون نوعا ما مور سيفير الإنديمك ما كانت بتأثر على public health الإبيديمك بتأثر على public health طيب هس هاي الإبيديمك نفس الإشي إذن الإنديمك والإبيديمك سهلين ما بدهم مش إشي هس رابع نقطة اللي هي البانديمك حرفين البانديمك اللي هي معناها بالعربي الجائحة هاي نفس كورونا هاي بتأثر نفس طلع شوفوا البانديمك هي عبارة عن إبيديمك بس شمالها على مستوى العالم ورد وايد طيب أعطينا أمثلة اللي هي الكورونا وفي عنا إش اسمه البلاك ديث هون كوفيد ناينتي وفي عنا إش اسمه البلاك ديث اللي هو كان يسمون البلاك اللي هو مرضى الطعوم طيب أهم إشي كل واحد كلمات المفتحية لإنديمك سمول بسمول بسمول إبيديمك لازم تكون عارفين إنه هو عبارة عن إنتمك بزات فيه عنده وبأثر على البلاك هيلث البلاك هو عبارة عن إبيديمك بس صار يصيب العالم كل له بمعنى جائحة زي الكوفيد اللي هو الكورونا والبلاك ديث اللي هو مرض الطعوم طيب في عنا آخر مصطلحين من هم بجداخل بالفوقانيات بلش ينتشر بعشوائية يعني مر بعمان مر بجرش مر بالعجلون الآخر يعني صار يؤثر على مناطق معينة بس شو الفكر به سبروديك عدد الحالات مش كثير مثلا حالتين بعمان حالة بجرش ثلاث حالات بعجلون ومثلا سب حالات بإربد وإلى آخر هذو الحكي قزي سبروديك بنتشر بشكل كثير راندوم ما بأثر أي تهديد على المجتمع كل آياته بس الفكر ما فيها موزة توزيع إشي شوي بعمان إشي شوي بجرش وإلى آخر طبعا بقيسها على مدن الموجودة بالأردن هذا الحكي ممكن نصير برر الأردن فإذن سبروديك ديزيز هو عبارة عن مرض بنتشر بشكل راندوم حالات في عمان إربد جرش الآخر هنا الحالات بتكون isolated يعني مش إنه هالتأثير الواو على الpopulation ما بتأش تعمل أي تهديد تمام في عنا مصطلح اسمه common source auto break auto break معنى تفش طب يعني هذا المرض صار يتفش كيف عن طريق source ركض من اسمه source بيكون في عنا مصدر معين خلينا نفترض زي الأكل الفود أو حتى بالمي الووتر population كامل إشماله ركزوا شو أنا حكي population كامل بتسمى طيب الدكتورة صار تحكي بالمحاضرة مش زي التسمق الواحد مثلا اللي فات على مطعم طيب وهيك خلص تسمى فيه بالغلط هاي الحالة ما بنسميها common source auto break من اسمها auto break يعني بتنتشر على كل population حسب food أكل معينة صارت يصور جوتها بكتيريا كثير صارت تأثر على كل العالم مجرد ما شلت الناس بطل تأكل هذا الفود منطقين المرض هل سيصير auto break رح يقل وبالتال ايش رح ينتهي هذا المقصود ب common source auto break source ما يكون عبارة عن epidemic بس مع source مثلا دعنا نفترض انه الفود اذا هون صارت فيه عندنا مشكلة كثير رح سيأثر على كل مجرد انت هذا الفود قطعنا المرض رح يضل ايش مالو كير للسبرد وبالتالي رح يعمل طيب بس هاي هي كل اش بخص بها التعريفات ان شاء لا يكون كل اش مفهوم يعني سهلات كثير ما في اش درس نشو يعني epidemiology ethiology morbidity rate بانواعهم incidence و mortality rate وحسب geography و severity قسمناهم الخمس انواع اول ثلاث مترابطين ما بعد كل واحد تحول للثاني الرابع والخمس منهم مش دخل بات طيب طيب انكم هسا في عنا مصطلح اشي اسمه emergency infection disease emergency infection disease او او افو او 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 حككم علي طيب هسا لما يجي نحكي emerging شو يعني emerging ظهور صورة infection يعني disease طيب نحكي هي عبارة عن عدوة تظهر ظهرت هسا اختصارها طبعا AID عيد طيب بمزح المهم emerging infection disease هسا هاي emerging infection disease عندها واحد من الخير ثلاث خيارات خلينا نحكي يا اما هاي الانفكشنز كانت موجودة زمان يعني old بس البكتيريا رجعت قوية صالة عندها brilliant factor وبالتالي ايش صارت ايش قوية ورجعت ايش emerging زال كورونا عفكر الكورونا موجود من كه زمن توقع من 2011 2012 زي هيك طيب رجع هذا الفيروس يقواه بالتالي ايش رجع يأثر طيب يام عبارة عن عدو جديد حرفين new infection وصارت ايش worldwide نقطة ثالثة هاي اي اي دي كان مثلا موجود بال population ا وصار يتوزع ايش بالعالم لل population b وبعد ال population c والاخري اذا ياما هو قديم بس رجع عن طريق انه الجو ال microorganism قوي اما new infection يعني جديد صار ينتشر على العالم ياما ايش هو موجود بس لما نصر نسميه جاعي حول الاخر هي لازم نصير انتشر ايش حول نا العالم طيب اذا لما نيجي نحكي emerging infection disease هو عبارة عن ايش disease ممكن يكون ياما new نيو زيما نحكي هو جديد يعني بمعنى الجديد ياما ايش كان old بس تحول عن طريق ايش البكتيريا زادت طيب انه هذ ال old رجع و زاد ال area geographic area و الاخرين طيب ممتاز هس بحكي لكم فيه ان factors احنا اذكرنا من فوق factors بتزيد من هذا يعني مثلا economy البكتيريا resistance الترافيل الايكوليجي والاخرين الايكونومي شو يدخلوا بال الاقتصاد شو يدخلوا زي ما انا حكيت لكم هذا بأثر على ال public كيف برضو زي ما احنا حكينا اذا كان الاقتصاد تالي منيح بالتالي رح تدفع حق البكسين وتعطيهم لل population وبالتالي يقلل من هذا ال emerging infection disease طيب مثلا البكتيريا resistance كل واحد يظلوا يعطي anti-biotic broad spectrum هذه البكتيريا تبطل يجو معها هذا ال antibiotic وبالتالي سيحدث افلوويشن انه بتتأثر ال resistance حتى انها تزيد وبالتالي اشمال هذا رح يزيد الترافل مثلا حكينا الناس تكون مثلا بcountry مثلا هذا كانت كثير فيها infection وبدي يجي يسافر هون اكيد كل العدو اللي اخذه هون رح يجي نقل هون عشان هيك لما نجي هز رح نجي ندرس اسمه isolation اللي هو العزل افوان الكورنتين طيب ممتاز وال ecology نظام البيئة بس هدول يعني منطقية جدا يعني الترافل ممكن يكون للتجارة الاخرين ممتاز وهذا اللي احنا قردي حكيناهم انه emerging infection disease ممكن يكون new infection طيب عن طريق ان يزيد evolution تعت البكتيريا وبالتالي رح ترجع تنتشر مثلا زي covid وال influenza بشكل سانوي صح ولا لا حس ممكن الناس تحكي طب الانفلونزا بما انها من اكثر الامراض حرفيا هي من اكثر الامراض اللي بتصيب population لماذا هذه ما صرها eradicated يعني لش الانفلونزا من اكثر المايكرو organism بتظلها تعمل evolution انها بتظلها تغير مشكل جين واحد اذا تغير الresistans كل الانتيبيات ويبطل يجاوم معها وهكذا يعني بتظلها تتطور طيب الانفكشنز ممكن تكون بأريا ا انتقلت للأريا يعطيني المثال اللي هو البوليوفيروس البوليوفيروس اللي بيأثر على سباين الكورد وبعطيني شلل طبعا الامثلة نوعا ما يعني حفظ طيب ما نيجي نحكي نيو انفكشن زي كوفيد والانفلونزا انفكشن كانت هيك وانتقلت للمنطقة هيك زي البوليوفيروس طبعا هي مش مكتوبة بأثر سباين كورد بس اياما انه بنستخدم برودي سبكتروم انتي بيوتك وبالتالي الريزيستنس بدها تزيد صح ولا لا او حسب الاقتصاد انه بايش البابليك هيلث قلت طيب في عنا مصطلح اسمه الهيرد اميونيتي هذا بأثر على البابليك هيلث هذا مهم جدا في عنا مصطلح اسمه الهيرد اميونيتي اغلبكم تعرفوا اللي هو المناعة الجماعية اللي هو انه كل المجتمع بيكون معا مناعة اللي بمعنى العربي صراحة ما بحب احكي اللي هو ايش مناعة القطيع شو اللي بصير انه كل المجتمع لازم يتعرض لهاي هذا الفيروس عشان ايش يصير في عندهم مناعة طيب بحيط انه كل ما زادت الهيرد اميونيتي هذا اشي منيح وبالتالي الانفكشن ساعته ايش المرض هتتقل صح ولا لا طيب كل ما قلت الهيرد اميونيتي الانفكشن بيدي هتزيد لانه فيش عنا مناعة صح ولا لا منطقية طيب كيف احنا ممكن نعطي هيرد اميونيتي من غير انه كل المجتمع يتأثر فيه عن طريق ايش اللي هو ايش اللقاح طيب مرة بسموه اكتف اميونيزاشن هس رحي نيجي نار شي اكتف اميونيزاشن طيب فإذن إذا قلت الهيرد اميونيتي قلت اللي هو نفسه الجروب اميونيتي يعني كل البوبيولاشن بيكون في عندها رسيستنس للمايكرو اورغنزم طيب إذا كانت منيحة بالتالي هاذ الديزيز رح يقل إذا كانت بش منيحة الديزيز رح يزيد طيب كيف احنا نحسن من هذا الاشي عن طريق الفاكسيناشن أو عن طريق اشي اسمه الفاكسيناشن نفسه هذا مهم للأمراض اللي بتكون على الشكل cyclic disease طيب شو يعني cyclic disease هي الأمراض اللي بتظلها تيجي وتختفي تيجي وتختفي تيجي وتختفي اللي نفترض أنها راحت بعدين رجعت رجعت كيف؟ إنها قلت طيب هذا الإشي كيف بنحصله بحيث إنه نظلها مش موجودة عن طريقة التطاهم طيب طيب أعطينا أمثلة في عنا مرض اسمه small box virus صلو إرادة كاتد من زمان مش موجود بس ممكن يرجع عن طريق منعة القضاء بس هذا إشمع لحرفين إرادة كاتد طيب ممتاز بطمنا ما أكون حكاية إشي إنه هو مهم لل cyclic disease زي مثلا small box اللي صلو إرادة كاتد أو حط البلوك صراحة الآن ما بدافوت بديتال زي small box فالكل بداية كتعرفوا إنه small box هو إرادة كاتد ومش نفسه l-chicken box l-chicken box هذا نوع من النوع ال-herbis virus small box من عيلة البوكس فائزه يعني بعاد عن بعض مش إنه يلخمكم small box لا لو سمحت small box مش نفسه l-chicken box هذا إن شاء الله بالmicro tour رح نركز عليهم بكتر طيب ممتاز كثير إذا ندرسنا إنه ممكن يكون new infections أو infection انتقلت من هون لهون أو old infections ومهمة جدا هدول السببين herd immunity or resistance دات ال-antibiotic وفي عنا مصطلح اسمه global mobility زم عنا حكينا للترافلز للتجارة أو للسفر أو الأخير هي بتزيد l-emerging infection disease والزونوسيز اللي هي بتأثر على كل الأنيمال وما إحنا حكينا إذا بتتذكره فوق إنه في عنا أمراض بتصيب الأنيمال والهيوم بالتالي هذا الإشي بيزيد صح ولا لا بالزبط اللي هو اسمه زونوسيز الزونوسيز معناه من زون اللي هي معناه حيوانات باللتية طيب ممتازك إذن لحسا إحنا درسنا شو هو يعني l-emerging infection disease وبالدرسنا شو العوامر كله منطقي يعني حرفين ما في إشي تحفظه إلا الأشياء اللي بتكون specific أنا حكي بحكي لك يعني مثلا هون آه هاي لازم تحفظوها وهي مهم للسيكليك ال-أدرز والله يعني كثير منطقي ما في داعي إنك تحفظوه فيش ولا معلومة إلا هي جديدة وإذا كان في معلومة جديدة إيش ما لها سهلة طيب هس برجع بحكي لكون معلومات عشوائية زب ما إحنا شوفنا في عنا different factors في إشي لل-evaluation في إشي لل-bacteria resistance في إشي لل-travels وإلى آخر كل هاتو هاتو يعطن different impacts رح يكون إلو تأثيرات إيش مختلفة في إشي بأثير على ال-health تات في إشي بأثير على الإيكونومي في إشي بأثير على السوشي حرفينك بأثير على كل إشي يعني مثلا الكورونا بيحكولك الكورونا دمر كل إشي دمر من صحة من الاقتصاد ومن كل إشي صح ولا لا هذا الإشي اللي بيصر ممتاز برجع بحكي لك معلومة عشوائية إنه risk أو severity طيب risk أو severity تاعت هذا الإي آي دي ممكن تكون ريال هو حرفين بيكون خطير كثير ياما نت طب كيف إنه نت حرفيا بالوصائل الإعلام تيجي ظلها تخوف الناس إنه هذا رح ينتشر عدد أمراض وأبصر شو فهو بيكون مش خطير أصلا بس الميديا بتيجي إيش بتعطي صمعي إنه هو خطير عشان هيك بيحكي لك risk ياما الريال ياما إيش نت ريال عن طريق الميديا طيب زي ما إحنا حكينا كل ما إنه منطقيا أيام الكورونا بالبدايات كان أغلب شعب وأنا منهم حرفيا ما كنتش ضنيع بس كم بس لما رجعت شفت الحالات بلشت تزيد عدد الوافيات بلشت تزيد كل واحد صار يخاف على عائلته أكثر من نفسه وبالتالي أقوله إيش شو صار بالكونترول أو البريبنشن صار تزيد صح ولا لا أما إذا كان مش هضع شو صمعي إذا ما كان خطير بتاليش ما الناس لا تبالي حرفيا يعني زي هسا الرشح والأي مرض حرفيا الواحد مش مهتم في زي الرشح وزي بس صارح كولك عادي يومين وبرجع طبيعي عما بس لما يكون إشي زي كورونا حرفيا بتزيد البريبنشن وبالتالي الترانزميشن تقل عغلبي ناس صار تلبس غلافز وكمامات والآخر طيب فبحكي لك الكنترول والبريبنشن إشماله كل ما زادت رح يكون أكيد الريسك بري هاي يعني الريسك بري هاي الكنترول و البرريبنشن بري هاي وبالتالي الترانزميشن رح يقل طيب ممتاز كثير نيجي هون لمصطلح إشي اسمه الريبرودكشن نمر طيب هذا ده من بجالة الاختصار وار نوت هيك طيب هذا الار نوت هو عبارة عن رقم طيب بيعمل كالكوليشن طيب وبيحكي لك قداش هاد المرض رح ينتشر ما فهمتوا علي هسا بفاهمكم إذن بس أعرفوا لإنه هو الريبرودكشن النمر اللي بعمل كالكولاشن للإميرج إنفكشن ديزيز قداش رح تنتشر حولينا الناس واختصارها ار نوت طيب طيب نفترض الار نوت يساوي خمسة لنفترض إنه هذا واحد مريض مريض طيب رح سلم عخمس أشخاص بيحكي لك هذول الخمس أشخاص بالأفريج نحن دايما طبعا هذو الإشي مش دايما صح بس إن أفريج رح يعدي خمس أشخاص طيب طيب لو كانت الار نوت ثلاث نفس الإشي هذا المريض رح يقاش بأفريج رح يعدي ثلاث طيب لو كان واحد الار نوت تسوي واحد هذا الواحد ما بقدر يعدي إلا واحد يعني هذو المرض اشماله مش كثير خطير طب لو كانت الار نوت أقل من واحد آها هذا الواحد ما بروح يقدر يعدي الأدرسة صح ولا لا شو اللي بدو وصل لكم يا الار بروتكشن عفوا الربروتكتوف نمبر أو الار نوت هو بيعمل إيش زي كالكوليشن بأخذ النمبر وين أفريج وبيحكي هذا قديش المرض معدي يعني قديش طيب وبالتالي إذا كان الار نوت أكبر من واحد فهذا الإشي إنه المرض رح يظلوا ينتشر وأوتو بريك وإلى آخر طيب أما إذا كان الار نوت تساوي واحد زي ما إحنا شفنا بدول هذو المرض كثير ستابل يعني لا رح يزيد ولا يقل طيب لحظه ستابل أما إذا كانت الار نوت أقل من واحد انتفقنا إنه هذو المرض رح يقل يعني دقيق أنا بحب أشبه هيك إذا كان الواحد رح يكون هون هون إذا كان أقل من واحد رح يكون زي هيك إنه رح يقل إذا كان أكثر من واحد معناته هو هون وبالتالي رح يزيد فهمتوا إليه كيف إنه إذا كان أكبر من واحد رح يسل له آوتو بريك رح يتفشه إذا كان واحد ستابل صح ما رح ينتي بس لسه ما وصل لحالة الأوتو بريك إذا كان أقل من واحد يعني إيش رح يقل طيب بس هذا الكل إشي فإذن الريبرودكشن نمبر هو بعمل مجر وكالكولاشن للإنفكشن وبحكي قداش هي كونتاقس طيب يعني مثلا هذا المريض أجل سل له مع واحد مش مريض هذا المريض رح يرجع إيش يتحول للمريض وهذا إيش رح يضلو يعدي يعدي التقريبي إنه رح يأثر على الخمسة طيب بالشرط هذول الناس أكيد يعني الواحد مناعته مش منيحة هو الأكثر عرضة على الإنفكشن صح ولا لا سواء كان نت نت باكسينات أو إنه ما أخذ مثلا مرض الكورونا الناس بتحكي أول مرة غير عن ثاني مرة فهمتوا علي كيف أكيد يعني الثاني مرة بتكون منعته أحسن ثالث مرة معنونته أحسن وأحسن وإلى آخر فعشان هذا الشرط يتحقق لازم يكون إنه نت باكسينات هذول الخمس أشخاص أو على الأقل مش ماخدين هذا الفيروس من قبل وشوفنا إنه إذا كان الأر نوت أقل من واحد هاي هاي شو إحنا حكينا الدزيز رح يقل إذا كانت تساوي واحد اللي هي هاي يعني شوفنا المرض كونستانت أو استابل وبالتالي مش رح يسل أو تبريك إذا كانت الأر نوت أكبر من واحد وبالتالي الدزيز رح يظل كثير ينتشر وإشماله رح يسبب أيش أو تبريك طيب حيك إحنا خلصنا يعني المحاضرة كثير سهلة كثير سهلة كنت شفتوا خلصنا أول جزئية اللي بتحكي عن تعريفات epidemiology بعدها emerging infection disease هاذا يعني ركزنا عليه كثير منه طيب طيب حسنا نيجي كيف الأمراض بتنتقل moods of transmission moods of transmission حسنا moods of transmission كيف المرض أمراض بتنتقل في أشياء بتنتقل عن طريقة direct contact في أشياء عن طريقة indirect contact في أشياء تنتقل عن طريقة drop load مثل كورونا في أشياء بتنتقل عن طريقة vector في أشياء عن طريقة vital طيب طيب دعنا نلخص عندما نيجي نحكي direct حارفين لازم يصبح في أن التلامس مباشر بين ركزه بين two people واحد مع المرض طيب أجل سلم على واحد ما معه المرض هذا مع المرض رح ينقل العدوى للو معه المرض هذا بنسميه الحالة في حالة direct بنسميه horizontal طيب نصير في أن التلامس أو حتى ممكن يكون sexual activity طيب هذا بالكلات horizontal ما أقص horizontal vertical vertical هي حالة واحدة ما إلها غير والأذر سيكون horizontal عندما يتيجي المرض ينتقل من الأم لابنها عن طريق الأيام عن طريق البلاسنتا أو عن طريق البريست طيب هذو الحالتين أنه ينتقل المرض من الأم لابنها حشان اسمها اسلام vertical من خلال البلاسنتا تور اللي يكون جو البطن خلال الرضاعة اللي هي البريست تمام هسا دكتورة ذكرت مثال واحد عم الطفل عمره قلني نفترط سنة وأجت هاي الأم حملته بس كان معها المرض هذا شو يعتبر horizontal vertical horizontal هذا لأنه هي بس مجرد حمل لا نتقل عن طريق البلاسنتا ولا عن طريق البريست طيب هذا كل شو الاشي الثاني اللي هو indirect مهمة جدا لو سمحت ركز علي indirect شو المبدأ هو عبارة عن شخص بلش يحمل أشياء inanimate أو non living يعني زي مثلا المفتاح هذا مع المرض طيب أجا مسك هذا وفات البيت خلص بعد نحطه على الطاولة طيب لنفترض ها أجا حط على الطاولة ومع الانفكشنز هوا أجا شخص ثاني أخوه مثلا أجا وأخذ هذا المفتاح ومثلا رجع وطلع شو رح يصير بهذا نفس الاشي رح يصير مع الديزيز هاي العملية بنسميها indirect إنه انتقلت من شخص لشخص بس إشماله عن طريق إشي animate لو لمسوا direct رجع هذا direct فهمت عليك طب أعطين لازم حكينا key مثلا clothes حكينا ولكي يعني مثلا الناس مثلا bidding وإلى آخر طيب ممتاز كثير هذا خلصنا direct وخلصنا indirect حسا نيجي للإش للدروبلت للدروبلت طيب هو عبارة عن أمراض تنتقل من شخص عن طريق إش الناس أو حتى خلال يطلع منهم رذاذ هذا الرذاذ مثلا بيحكي مع شخص ثاني أجأ انتقل وهذول كلها تنجو طيب هذا هو مبدأ دروبلت مرات هذول مش دايركت بتنتقله بس هو بالوضع طبيعي دايركت بس مرات هذول اللي دروبلت بيعلق شفو بتعلق بالجو هيا تعلقت بالجو أجأ واستنشقهم هيك طيب أو مرات بيضلهم مع القين على الأرض واحد مثلا بيجي بيمشي طيب مشى ومثلا أو قعد فرح سير معها هذول كلها اسمه دروبلت طيب طيب هذول في عنا مصطلح اسمه الفايكل طيب فايكل كل ما فيها وهذا بيصير عن طريق واحد مثلا هاي دي شرب كاسة مي طيب دي شرب كاسة مي بس جو المي هاي فيها الباثوجين هاي العملية بنسميه باكل انه انتقلت من اشي لشخص ايش بتكون الباثوجين جواتها او حتى مثلا زي الفود زي البلد زي الار الاخير ايش انتقل اجا الشخص هو نفسه هو السبب الانتقل يعني مش انه اجت والله واحد مشك هالكاسة وحط العدو عليها لا لا هاي لو هيك بتصفي انتقل بس هو بشكل دي شرب المي في عنا الباثوجين وشرب المي هان بسمي المي طيب ظل عنا اش اسمه الفيكتور هذا لانه شوية بس قبل ما نكب خلينا نعلم من المعلومات فهذا المودز بصير في عنا دايريكت عفوا دايريكت كونتاكت بتوين تو اور مور بيرسون في عنا هوريزنتل وفيرتيكال يعني مثلا واحد اجي سلام واحد خلال سيكشوال كونتاكت الفيرتيكال لازم ينتقل من الام للفيتس صح ولا لا ضربنا مثال انه اذا هاي الام حملة ابنها مجرد حمل من غير انه رضاعة هذا اش بسم هوريزنتل طيب بعد يشوفنا الاندويركت لازم ينتقل من او بسمو مرت فوميت يعني مش عايش بمسك هذا وبث وبيجي بهذا واحد شخص تاني وبنتق لائلة طيب زم احنا ذكرنا المثال هذا زي مثلا البروكن سكن الهير نفسه الكلوذيز البيض الكيت طب انا لش بركز على الامثلة لانه مهمين جدا الامثلة مهمة جدا وبيجع لها طيب ودرسنا الدروبلت الدروبلت لما يجي ينتق من واحد لواحد ثاني عن طريق الاسبيكين كفينج سنيزن كل الاخر هاي ما احنا حكينا هذا ممكن يكون معلق بالجو بنسميه ايربور وممكن يكون بشكل دايريكت انه هذا الشخص بستنشق بشكل دايريكت طيب او عن طريق الفلور طيب بعد درسنا في عنا اش سمه الفايكل تمام هذا بيجي يشرب كاسة هالمي الكاسة المي بيكون فيها هاي المايكرو ارجنزم طيب ويشرب هوا انه لاحظتم ما اجي شخص ثاني ومسك هاي الكاسة اذا كان سيئ بتصفي هاي الفوق هي الان دايريكت طيب بس هوا اجي اشرب بشكل دايريكت انه هي موجودة جوه طيب الفود البلاد الاخري احنا نحن 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 طيب طيب نحن البيكتور البيكتور قصة قصة شو اللي بيصر البيكتور المرض من مكان لشو لن اشي ليفينغ زال اليوم طيب شو اللي بيصر يعني زي اشي الموسكيتو اللي هو زي الفليز اللي هو زي البراغيث الاخري طيب يعني زي الحشرات موسكيتو فليز الاخري طيب شو بتصير خليني جي نحكي هون نفترض هذا نفترض انه براز طيب وهذا فيه اش هون المايكرو ارغانز موجودة بتيجي هاي الحشرة بتيجي مثلا بتيجي بتلمس وبتأخذ هذا الاشي ها رجيت اخذته بعدها راحت عسكن بتاع هيوما حطت هون المايكرو ارغانز هاذ هو مبدأ الفيكتور تحديدا من اشي اسمه ميكانيكال ميكانيكال طيب هي بس اش اجت هون على الفيس مثلا اخذت منه هذا المايكرو ارغانز ونقلته طيب هاذ مسميه ميكانيكال انه اجت هال اذا كانت موسكيتو مثلا تاخذ هاذ الاشي وبتنقله لواحد ثاني لشخص عفوا هيومان او حتى انيومان طيب هسا في اعنى اشي ثاني اسمه ايش بايولوجيكال شن مبدأت ها دقيق خلي نسع هاي مثلا الموسكيتو بيكون جواتها مايكرو ارغانز وعايش وعامل الليفينج سايكل تاعتها من غير ما تروح على البراز او اشي يعني هو لازم يكون موجود جواتها اذا ما كان جواتها هاذ المايكرو ارغانز بيموت وبعد دايركت بنتقل على هاي هاي الحال شو بنسميها بنسميها بايولوجيكال طيب ممتاز خلصنا اذا الفيكتور هو عبارة اشي ليفينج بنقل اشي ليفينج يعني الموسكيتو الفليز الميكانيكال بشكل باسب تيجي هاي الحشرة بتروح على البراز وتنتقل منها واش بتروح تودي الهيوم طيب هاي نحن شوفنا بس جس ترانسفير عشان اسمه باسب البيولوجيكال المايكرو ارغانز ما عايش مثلا هاي الموسكيتو بتصير عليها لايف سايكل جو وبتروح ايش اتودي لهيوم طيب عطيني امثلة الامثلة مهمة المالاريا اللي كليات منعرف المثال اللي ضربنا هو الموسكيتو ويعنا مرض اسمه البلهارزيا طيب اللي بنقله الحلزون اللي هو سنل لهيوم طيب او حتى مرض الطعون اللي هو البلاك اللي بنقله الفليس اللي هو اليوم طيب ممتاز كثير طيب هزا كيف نعمل كنترول لهذا الترانزميشن كيف نعمل كنترولينج انه كيف نحد من هزا كلياته عن طريق اربع شغلات ارده كلياتهم ذكرناهم عن طريق اللي هو العزل شو المبدأ تعالو العزل انه بيكون واحد معاه هزا المرض وبحجره لازم هزا يكون وين بالهوسبيتال لازم وشو الهدف الثاني انه لازم يكون انفكتت هزا المصطل يسميه ايزوليشن انه بصير في عزل بالهوسبيتال وبنعزله ايش عن الجنرال في عزل اسمه الكوارنتين لان الناس اللي بيطير بيكون مثلا كان بي كنتري ا صار بالكنتري بي صار في عندهم مثلا تعرضوا للانفكشن اللي هنا بس لسه ما معهم المرض وبدو يسافروا لما يوصل الكنتري بجو المطار بيعملو لهم عزل طيب عشان يتأكدوا لما تعرضوا على الانفكشن فعلا مصطلح نسميه كوارنتين انه احنا بنعزل ناس بس شمال الفكرة وما فيها تعرضت للانفكشن بس لسه مش اكيد انه ايش معهم هذا المرض او عن طريق الاكتف اميونيزاشن اللي هو عن طريق الباكسيناش زي ما احنا اتفقنا شو مبدأ الاكتف اميونيزاشن هاي طيب بيكون جوته الانتيبودي يعني بنعطي للجسم الانتيبودي ايش عشكل ايش لقع نحط جول هذا وخلص بصير في عندهم مناعة هاي الانتيبودي انتقلتهم او حط مرات بيكون بننقل الانتيجن بكون بس انتيجن من غير انتيبودي وجو الجسم احنا بنبدأ ايش انتيبودي ضده طيب حسب حالته اذا كان اكتف احنا بنعطيه انتيجن اذا كان باسف لا احنا بنعطيه شو ايش اسمه اذا كان باسف احنا بنعطيه ايش الانتيبودي جاهز طيب او نعمل كنترول للفيكتور طبعا الانتيجن سنضح بشابتر الاميونيتي فما تركز على كلمة اكتف وباسف والآخر طيب كلمة فيكتور لما الفيكتور كنترول معناته احنا بنقلل من هذا الفيكتور عن طريق انه نستخدم انسيكتيسايدس مبيضات حشرية لانه اولا اخره انه دخل بشو بالحشرات فبنستخدم انسيكتيسايدس طيب طيب فيانه مصطلح صغير اسمه يعني هي عبارة عن احنا لازم نخبر عنها اذا كانت خطيرة ولا مش خطيرة شو الفرق يعني حسب كل بيكون في عندنا حسب ديفرنت اريا او ديفرنت كنتري راح يكون في عندها ديفرنت او ديفرنت لوس يعني سياسات وقوانين ايش غير عن كل دولة في اشياء بتشوف انه هذ المرض لازم نخبر عنه بشكل دير في اشياء بتشوف انه هذ المرض لا لازم تخبر عليه يعني مش شرط انك تخبر عليه في اشياء كل اسبوع في كل شهر ويلاخر فبس انه في عندك ديفرنت اريا منطقيات وديفرنت او هاي السلطات وهذه القوانين راح تحط عندك ديفرنت لست يعني قواعم تختلف عن كل بلدان ايش حسب نوع ديزيز في اشياء بتكون لازم نحكيها بشكل اميديات يعني مجرد ما شاف الطبيب لازم تخبر عنها او في اشياء لازم تخبر عنه باش اسبوعي او شهري هاي بنسميها group A وهاي بسميها group B طيب ممتاز ما في اي اشي هس اضل علي موضيع عن الصغار اللي هم نوزو كوميال انفكشن والمايكرو فلورا او نورمال فلورا طيب هسا دائما انا حكيت لكم كلمة نوزو كوميال هي نفسها hospital انفكشن او مرات بسامة نوزو كوميال انفكشن hospital acquired انفكشن ركزه لو سمحت انها hospital not community طيب ممتاز شو الفرق فيها اجا شخص معه مثلا انفكشن اي وراحض المستشفى ليش عشان يعالج هاي الانفكشن اي لو نفترض جو المستشفى انه عالج وطلع معه انفكشن بي ركزه انه انفكشن بي متى صارت معه بعد ما طلع من المستشفى فاذن عشان نحكي انه اجا على انفكشن طيب ما لها اي دخل بالانفكشن الاصابة في المستشفى طيب يعني هاذا البني اجا على المستشفى معه انفكشن اي هي نطح اكوائل انفكشن وجوه هاذا الهوسبتال صار معه انفكشن وما طلع شاف انه عنده اعراض انه هاي تعتبر ايش اكوائل انفكشن طيب يعني ما في اي شي كل منطقي انه اسم اصلا انه هاي العدوى اخذها من الهوسبتال هس شو مصادر الهوسبتال اكوائل انفكشن ونفس الاشي منطقيات ولا لابدهم ايش ممكن يكون في عنا اكزوجين وفي عنا اندوجين اكزوجين اكزوجين اشي خارجي بالبيئة اللي بتحيط بالمريض وين جو المستشفى طيب هس بالانفا ممكن يكون بالميديكال ستاف زي طاقم الطبق ممكن بالفيزيتر الناس اللي اللي تيجي تزور الميديكال اكوبيمنت والاخري يعني اي شي حوال طيب هس ما تريد تكون اندوجين طيب نيجي نركز على كلمة اندوجين اندوجين يعني اشي داخل المريض اهم وهم اشي اسمه ركزنا عليها اشي اسمه النورمال فلورا طيب شو تخل النورمال فلورا اذا بتذكر النورمال فلورا هاي اذا بتعيش علاقة تصاحبية بين وبينها حتى لدرجة ان هي جزء اكثر من مايكرو ارغانيزم طيب بس باللغة الطبيعية بكتيريا بتكون هاربلس ما بتعطينا ولا اي ايش اداء لازم تكون ايش علاقة تصاحبية بس اذا الاميونيتي قلت ركزه اذا الاميونيتي قلت هاي النورمال فلورا بتبلش تشتغل وبالتال ايش تعطيني ايش امراض ومن ضمن هاي الامراض اللي هي الهوسبويت الاخوائد انفكشن فهمت عليك اذا لازم تكون المناعة كثير قوية عشان ما يصبب الهاربلس اذا المناعة قلت رح تبالش تعطيني انفكشن اذا كان جول مستشفى برضو استخدام الانتيبيوتك الانتيبيوتك بيخرب البالانس بين العلاقة بين البكتيري الباثوجين والنن انتبيوتك بتصير الكف في هاي مائل وبالتالي الباثوجين يزيد طيب اذا الانديجينس عن طريق المايكروبيوتا او الاسم الثاني نورمال فلورا طيب هي عبارة عن بكتيريا تستغل الفرصة اذا قل المناعة عشان تعطيني هارب طيب عطيني عن طريق شو قلت المناعة عن طريق ان نستخدم البرو او تصل طيب ممتاز كثير زي ما احنا حكينا الناس اللي جو الهوسبتال يعني حرفيا الناس اللي عنده بتكون بالهوسبتال هم اكثر عرضة للانفكشن لانه جو الهوسبتال ان ذكرت باول محاضرة جو الهوسبتال كل العدوات وكل الانفكشن وكل الفيروس وكل البكتير موجودة جوه فبالتالي الناس اللي بتكون جوه المناعة تعتهم كثير قليل بتصير طيب فبحكي لك هون البيشن هم اكثر عرضة للانفكشن ليش ممكن يجيك والسكن مفتوح بالتال بتيجي هالبكتيريا بتفوت لجوه كل بساطة او عن طريق الاميوني بتكون كثير ضيفة زي الناس اللي عندهم او عن طريق الناس اللي بتعمل ايش organ transplant يعني مثلا الناس اللي بتع تزرع مثلا كدني دعنا نبترض كدني هذا عطى الكدني تعتقل مثلا شخص ا بديو يعطي الكدني ا للشخص ب هذا بالنسبة لبي اشي غريب صح ولا لا بالتالي الاميون سيستم رح يبلش يهاجم هاي الكدني طيب عشان الدكات ري يمنعه هاذ الاشي بيعطوا اشي اسمهم بيقلل المناعة طيب وبالتالي هاذو كله ببطل موجود وبالتالي هاي خلاص بتفوت لجوة وبالاغلب الاحوال ما بيصير فيه انها مشاكل في ناس اللي بكون في عندها الجهاز المناعة الضعيف وعطيته اه اسمه اميون سبريشن طيب عطيته عفوا اميون كومبريسب طيب قلت المناعة انت بتزد هيك البلا وبالتالي المناعة تعطيه مرة تتبلش ايش اتقل واتقل طيب زم احنا حكينا الاستخدام الاكثر للانتيبيوتك في عنا اشياء بتكون انفيزيف تولز زي السكوب بغض النظر انوها اندوسكوب والقلون الكاثيترز تحديدا تحديدا لل يوريناري سيستم الكلوزر كونتاكت زم احنا كان اصلا احنا شفنا انو من ضمن الستاف او البيزيطرز او عن طريق الروتري للناس اللي عندهم بتعرف تتنفس بالأوتو او عن طريق النيبولايزرز اللي هو عن طريق البخاخات او المرتبة طيب ممتاز اذا المعلومات تدرسنا شو يعني انوزو كومي الانفكشن وشو يعني كله منطقي يعني حرفيا ما في اشي تحفظوه وليش انو الناس الموجودة بالجسبة الاكثر عرضة للانفكشن طيب نيجي لاخر اشي قبل ما ننتقل الموضوع الاخير شو هم البكتيريا اللي بتعطيني نوزو كوميال انفكشن حرفيا لو بديجي عليهم سؤال رح يجعل لهذه البكتيريا يعني لو بديجي هون اسئلة هتكون كثير منطقية حرفيا شو اسمع البكتيريا حفظ ودائما بيجي عليهم البكتيريا يختصروا بكلمة escape تختصوا بكلمة escape طيب ا جاء من كلمة انتيريكوكاس فاسيوم طيب الاس ستفيلوكوكاس اوريوس ك اللي هي الكلابسيليا نومونيا طيب الا الاكينتوباكتر طيب البي سودومونوس ارجونوزا الي كما هتظلم في عنا اي تان الاولانية انتيريكوكاس فاسيوم الاثاني اللي هي الاي كولاي والانتيريوباكتر طيب يعني كلهات ومنطقيات اي بانتيريكوكاس السفيل كوكاس اوريوس الك كلابسيليا ميمونيا الا اكينتوباكتر باوماني طيب البي سودومونوس اجونوسا الاي الاي كولاي او الانتيريوباكتر طيب ممتاز كثير نبدأ في اخر موضوع اللي هو النورمال الفلورا او المتبايو يعني اشياء زي مثلا البكتيريا زي الفانغس مو يمكن يكون في عندها فيروس طيب زي ما احنا تذكروا احنا عدد خلايان عشرة قوة 14 عفوا عشرة قوة 13 عدد النورمال فلورا اكبر من عدد الخلايا تعونا عشرة قوة 14 متخيلين هذا الاشي لدرجة انه موجودة باغرب احوال زي الريس باغرب زي الريجينتو سيستم طيب الو جي اس او الاخرية طيب شو الشرط طاعتها انه هاي نت عفوا نت كوزين ديزيز يعني مش لازم هاي تسبب امراض طيب اذا كان في علاقة تصاحبية زم احنا عكيان المايكروبيوتا هي عبار ممكن يكون في عبارة مع بكتيريا وفنغس وفيروس اذا هاي المايكروبيوتا بنسميها مايكروجينوم بنجيب هذول الثلاثة ونحط معهم جينوم بس وبيحكي منطقيا كل جينوم بين الناس هيكون مختلف عن ب عن س والاخري اذا لما نحكي مايكروبيوتا مع جينوم بنسمي المصلحة هذا مايكروجينوم طيب مايكروجينوم اكيد بده يختلف بين الناس وبالتالي اكيد رح يكون الو اختلاف بين الناس فيه ناس بيكون معهم هاي النورمال فلورا بتعطيهم النسس فيه ناس بتكون ويداوت النسس طيب لو عطاهم النسس زي شو زي الازمة وزي دايبيتس ميليتوس اللي الناس بيكون عندهم أوبيزيتي طيب ليش بتتسبب المرض نفسهم كوبيبست حكيناه بالملف اللي هو القروث يا اما في حالة المناعة قلت ما احنا النورمال فلورا تكون مثلا موجودة بالبنكرياس ونقلناها مثلا للليبر أو للقلون القلون عفوا هون المكان تاعها رح يختلف البيئة اختلفت وبالتالي اشمالها رح صير يتهاجم صح او لا اشي غريب عن مكان موجود فيه اشماله رح يسبب بلي ديزيز يعني حالة قلت الاميونيتي والانيوجي والسايت والاستخدام الكثير للانتيبيوتك رح يعمل نورمال فلورا ديزربشن هذا الحكي كل رح يعطيني إلنس طيب ممتاز هسا اذا اعملنا النورمال فلورا صار لها ديزربشن رح يعطيني ييستي جروث اللي هو نوع من انواع الفنغوس طيب بس هلو نحكي بالمكتوب طيب هسا هنا نوعين من الورفر ياما ريزيدنت ياما ترانزيانت ياما ريزيدنت ياما ترانزيانت بحكي لك أن هاي الbi veterans عن اسمها مو ممقيمة دائما موجودة ترانزيانت معناه هذا مؤقت هي موجودة في حالات معينة طيب هذه الbi PWM لازم نظلها موجودة في الحالات اللي هي اللي بتقدر تعيش عليها مثلا الموست الرطوبة الورم انه شدافي لازم يكون في عندك نيوترشن حرفين هذول الثلاث عوامل او حتى الميوكس اذا هذول العوامل اذا انت عطيتها للهاي راح تتعيش راح تظلها موجودة للابد ترانزيات نفس عوامل الرزيزن بس لازم يكون بكميات اكثر لدرجة انه هذول الكميات اذا قلت هاي نورمال فلورا بتبطل موجودة فالترانزيات موجودة بسيارة عن كونتيجن عفوا كونتيجنز في لوكيشنز لما يكون في عندك الكونتيجنز هاي اكستريم مثلا هاي ميوكس هاي وورم هاي مويست هانا سواحوته مويست و الاخري بس يخلصوا هذول كونتيجن بصير عاش هديكة بتروح طيب هيك احنا خلصنا مصطلح المايكرو عفوا المايكروبيوت اللي هنا الثلنور الفلورا فيهن مصطلح هنا ايش اسمه dysbiosis طيب dysbiosis هي عبارة عن ايش لما نورمال الفلورا بتساعد بايش بالمرض لدرجة بتعطيك ايش اسمه secondary infections و احنا كلهاتنا بنعرف شو يعني secondary infection طيب طيب dysbiosis اللي هي نفسها dysbacteriosis طيب هادا بحكي كلهات ومتلا بصير لما بنرجع بنحكي لما بصير في عندنا كفة تاعة المايكرو أورجنزم صير في عندها imbalance شو اللي بصير لما نيجي نعطي broad spectrum antibiotic broad spectrum antibiotic بيخرب انفكشن واحدة هاي مثلا راحة بذل في عندنا ايش مايكرو أورجنزم ثاني هاي بتروح تعطي ايش انفكشن ثاني فهمتوا الي كيف طيب اذا dysbacteriosis اللي هي نفس معنا dysbiosis لما يصير في عندنا imbalance between المايكرو أورجنزم هادا الحكي كلهات وبيصير لما نستخدم broad spectrum antibiotic طيب عطينا مثال يعني مثال اسمه pseudomonas colitis اللي بتسببه C.Def اذا بتتذكره هادا الحكي كلهات وبيصير وين بال GI tract اللي هو لقد صح ولا لا طيب كيف نعمل treatment عن طريق نستخدم اشي اسمه البروبيوتكس هذا البروبيوتكس جزء من البكتيريا بسموه الاسم الثاني bacteriothera طيب بتي طيب عطيني امثلة زي اشي اسمه البيفيدو بكتيريا واني اسمه الاكتوباسلس طيب ممتاز كثير احنا خلصنا اذا احنا كيف نعالج الدسبايوساس عن طريق البكتيرو ثيرابي زي البيفيدو بكتيريا او الاكتوباسلس هاي جزء من البكتيريا واسموه مثلا احنا اتفقنا البروبيوتكس تمام طيب احنا خلصنا محاضرات الابوديميولوجي زي ما احنا شفتوا الماضيع كهير سهلة حرفيا ما في اشي نرجع نستذكر واحنا هون درسنا عدة تعريفات بعد فوتنا بالامرجة emerging infection disease بعد درسنا الموضوع وكيف نعمل كنترول درسنا موضوع صغير اسمه نوتفابل disease والنوزو كوميو ما فيها اي اشي الا هما هذولا لازم تحفظوهم بعد فوتنا موضوع normal flora ولا اشي فيه جديد كلها احنا احنا اخذنا بالاكس ويعطيكم العافية